بيبدأ فيلمنا مع ذكريات لطفلة في عيد الميلاد وبعد كده بيفوق مايلز من النوم وبنعرف ان بنته كبرت وتاني يوم بيروح لحفلة عيد ميلادها وبيكون معاه هدية بس الحارس بيوقفه وبنفهم ان مايلز منفصل عن ام بنته كيم وبنشوف ان لينور اللي كانت مراته بتيجي وبتكون مدهي منه ولكنه بيقولها انه عايز يدي الهدية بنفسه لكيم وفعلا كيم بنته بيتيجي ليه وبتكون فرحانة بوجوده فبيديها مايلز هدية جهاز كاريوكي وبنفهم انها نفسها تكون مغنية بس بنشوف في الوقت ده استوار ده جوز لينور بيجي وبيهدي كيم بحسوان كان نفسها فيه من زمان وده اللي بيزعى لمايلز لان كيم بتكون فرحانة اكتر وبالليل بنشوف ان مايلز في البيت وبيكون بيتصفح في البوم صور بنته وساعتها بيجوا ليه اصدقاء ولما بيستمتعوا بوقتهم بيخرجوا من البيت وبيقول سام زميل مايلز ليه ان فيه مهمة يعملوها بكرة وهي نقل مغنية من وإلى حفلتها وبيقوله ان هم هياخدوا فلوس كويسة وفعلا تاني يوم بالليل بيأمنوا المغنية وبعدها بنشوف مغالز مع اصحابه ومستنيين الحفلة تخلص وبييجي ليه اتصال من كيم فبيكون مبسوط بيه وخصوصا لما بتطلب منه يتقابلوا بكرة ولما بتخلص الحفلة بنشوف ان هم بيأمنوا المغنية ولكن فجأة بوابة بتتفتح وسام بيطلب امن زيادة وساعتها مايلز بيكون مع المغنية وبيأمن لها طريق الخروج وبيقدر يتعارك مع شخص كان مع سكينة وهي تلبيها المغنية وبعد كده بيركب مع العربية وبعد شوية بنشوف ان سام بيوزع فلوس الشغل عليهم بس فجأة مساعد المغنية بييجي لمايلز وبيقوله ان المغنية عايزة تقابله وفعلا بيروح ليها مايلز وبنشوف انها بتدي لي كارت علشان يعمل لبنته اختبار غناء وبتشكره على انقاذه لحياتها وتاني يوم بنشوف ان مايلز بيستنى كيم بنته في المكان اللي قالت لي عليه فبتيجي ليه هي ولينور وبتقول كيم لوالدها ان هي واولاد عمها هيروحوا لباريس وهيفضلوا في فندق وانها عايزة توقيع الموافقة بتاعه لانها لسه ما كملتش 18 سنة فبيقولها مايلز ان هو خايف عليها فبتزعل منه كيم وبتمشي قبل ما بيوريها مايلز كارت الغناء اللي المغنية ده تقوله وتاني يوم بيروح لبيتهم وبيديها توقيعه على الورقة فبتفرح كيم جدا بس مايلز بيقولها انه عايز كل يوم يطمن عليها وفعلا تاني يوم بيوصلها المطار وبنفهم ان مايلز كان شغال في الحكومة وانه كان بيحمل شخصيات المهمة ولما بيوصله المطار وبينزل مايلز شونة كيم بيتفجئ بخريطة فيها اماكن هتسافر لها كيم ولما بيسأل لينور على الخريطة بتقوله انها كانت عارفة بس كيم ما رضيتش تقوله لانها خايفة من رد فعله فبيوفق مايلز انه يخلي كيم تعمل اللي هيعايزها علشان ما يخسرهاش وبيودع بنته ولما بتوصل كيم واماندا البريس بيلاه شخص اسمه بيتر بيتعرف عليهم وبيعرض عليهم انه يوصلهم لعنوانهم فبيوفقهم الاتنين لان اجرة التاكسي غالية ولما بيوصلوا بيتعجب بيتر بالمكان فبتقوله اماندا ان هو لولاد عموهم وانهم حاليا في مدريد ولما بيكون بيتر هيمشي بنسمع ان هو بيتصل بحد وبيقوله على مكان البنتين وبنرجع لاماندا اللي بتكون مبسوطة وبتشغل اغاني بصوت عالي لدرجة انه لما بنرجع لمايلز اللي بيتصل بكيم بيلاه انها مش بتسمع صوت التليفون فبيجرب مايلز اكتر من مرة لحد ما هي بترد وبيفضلوا يتكلموا مع بعض بس فجأة بتشوف كيم ان في ناس بيخطفوا اماندا صاحبتها فبتعرف مايلز باللي بيحصل وبتكون خايفة فبيطلع بها جهاز تسجيل المكالمات وبيحاول يهدها وبيسألها لو قابلت حد غريب في المطار فبتقوله على اسم بيتر فبيعرفها مايلز انها تتخطف وبيقولها تحاول تركز على اي علامات مميزة فيهم وفعلا العصابة بيدخلوا وبيخطفوا كيم اللي بتفضل تسرخ بعلامتهم واللي بتكون الهلال والنجمة بس ساعتها واحد من العصابة بياخد تليفون كيم وبيكلم والدها مايلز اللي بيهدده وبيقوله ان شغله خلاه يقدر يستخدم الاسلحة وانه لو ما سبش بنته هيخلص عليه بس فرد العصابة بيستهزب بميلر وبيقوله حظ سعيد وساعتها بيتصل ميلر بسام وبيبعت ليه تسجيل الصوت وبيطلب منه يبعت ليه معلومات عنه وبيوصل لبيت لينور وجوزة ستيورد وبيعرفهم ان كيمة خطفت وبيسأل ستيورد لو عنده اعداء في باريس بس ستيورد بيقوله لا فبيتفقد حكده وبيعرف انه عنده عقد شقة للاجار هناك فبيقوله انه يقعد فيها اليومين دول وبيقوله يجهز ليه طيارة لباريس وساعتها بيتصل سام بميلر وبيقوله معلومات من التسجيل عن طريق العلامات المميزة وبيعرفوا انهما بيتكلموا بلغة البانيا وان اللي الرد عليك اسمه ماركو وبيقول انهما بيختفوا البنات القصيرات وبيخليهم يطعطوا علشان يتاجروا فيهم وان بعد 96 ساعة من وقت خطفها مش يقدروا يلقوها وبنشوف ان الصبح بيوصل ميلز للباريس وبيدخل للشقة اللي كانت فيها كيمة وصحبتها وبيفضل يدور على قدلة لحد ما بيلاقي شريحة التخزين بتاعة بنته فبيروح بها لجهاز وبيفضل يتسفح في الصور الشريحة وبيلاقي صورة مصورها بيتر لبنته واماندا وكان وشه ظهر في النعكاس مرايا وبنرجع لبيتر اللي بنعرف انه بيعمل اللي عمله مع كيم واماندا تاني بس بيجي لي مايلز وبييركبه العربية وبيفضل يضربه ويسأله على كيم ولكن صاحب بيتر وشريكو بيخرج مايلز وبيتعارك معاه بس بيقدر مايلز يضربه ولكن بيكون بيتر بيهرب فبيركب مايلز سيارة وبيطرده بس بيقدر بيتر يهرب من مايلز ولكن في عربية بتقتله بالغلط وبعد كده بنلاقي شخص بيطلع من مابنة داخليها الفرنسي وبنشوف ان مايلز بيمشي وراه وبنعرف ان هو كان بيشتغل معاه وان اسمه بيترل وبيعرفوا مايلز ان بنته تخطفت على ايد عصابة البانية فبيقولوا بيترل ان الالبانيين خطرين جدا وبيعرفوا مكان يقدر يبحث فيه يمكن يلاقي افراد من العصابة هناك ولما بيمشي مايلز بيكلم بيترل شخص وبيقولوا يرائب مايلز وبالليل بيروح مايلز للمكان وبيكون فيه مترجم مستنيه فبيقولوا مايلز يستنى وبيروح يدايق بنت في الشارع لحد ما المسؤول عنها بييجي وبيقدر مايلز يحط جهاز تصمت في لبسه بدون ما هو ياخد باله وبيعتذر ليه وبيمشي وبيسمع المترجم اللي بيحصل فبيقولوا المترجم ان هم بيتكلموا على موقع بناء وعلى حاجة هتحصل هناك وفعلا بيروح مايلز المكان البناء وبيلاقي هناك بنات كتير ظاهر عليهم علامات الادمان لحد ما بيلاقي لبس بنته فبيبدايق وبيكون اللبس جنبه واحدة فبيسألها عليها ولكنها بتكون مش فوعيها وساعتها بييجي ليه شخص من العصبة وبتحصل على كما بينهم بس بيقدر مايلز يخلص عليه هو وكل افراد العصبة الموجودين وبتاخد البنت اللي كان اللبس جنبها وبيهرب بها واسناء طريقه بيعرف ان هم ترائب وبيكون دراجل بتاع بيترل ولكن مايلز بيهرب من المرابة وبيروح بالبنت للبيت وبيحاول ان هو يعالجها ويفوها وساعتها بيجي ليه اتصال من بترل انه عايز يكلمه بكرة وبيقوله ما كان المقابلة وفعلا تاني يوم بيكون بترل مستنيه بس مايلز مرابه من بعيد لانه شكك فيه وبيكلمه بعض بالتلفون وفعلا بنشوف ان فيه ناس بيكلمه بترل وبيقوله ليه يخليه معاه على الخط علشان يعرفه مكان مايلز وفعلا ده بيحصل وبيقول بترل لميلز انه كان لازم يعمل كده علشان يحميه من العصبة بس لما الشرطة بتروح لمكان مايلز بيلاقه تليفونه بس وبينشوف انه هو على مبنى تاني وبيهرب وبيرجع للفندوق لما البنت بتفوق بتعرف مايلز البيت اللي كيم كانت فيه وفعلا تاني يوم بيروح ليه وبيقول لشخص انه كان هو عايز يقابل رئيسه وفعلا بيقابل مجموعة من الناس وبيكونوا حطين العلامات المميزة والليها الهلال والنجمة فبيقنحهم مايلز انه عايز يتفاول على الاسعار وفي الحقيقة كل اللي بيكون عايزه هو انه يعرف مين فيهم ماركو وفعلا بيتأكد لما شخص بيقوله حظ سعيد زي ما قاله الشخص في المكالمة وبيعرف ان ده ماركو فبتحصل عركة قوية ما بينهم وبيضر مايلز يتل كل افراد العصبة واسنا ما بيدور على بنته بيلا يا مان ده ماتت فبيفضل يعزف ماركو ويسأله على مكان كم وبعد تعزيب كتير بيقوله انه بحة لشخص اسمه باتريك وانه مش عارف مكانه فبيخلي مايلز الكهرباء شغالة عليه وبيمشي وبنرجع لبيتريل اللي بيوصل بيته وبيلاقي ان مايلزم استنيه كضيف واسناء ما بيأكله بيعرفوا كل المعلومات اللي وصل لها ولما بيسأله مين باتريك بيهدده بيتريل بالسلاح بس بيطلع مايلزم فرغ رصاصات مسدسه وبيهدده بالسلاح فبيبحث ليه بيتريل على مكان باتريك فقاعدة بياناته وبنشوف ان مايلز بيمشي وبيروح لمكان باتريك اللي قاله عليه بيتريل وبيقدر مايلز يعد الحراس لحد ما بيدخل مكان بيبيعه فيه القاصرات في مزاده وبتكون بنته ما بينهم فبيقول للشخص اللي قدامه يشتريها وفعلا ده بيحصل واسناء ما هو بيمشي من المكان بالشخص بينضرب بالمسدس فبيغم عليه وبيكون قدامه باتريك اللي بيقول لحراسه يتله وبيمشي من المكان ولكن مايلز بيقدر يخلص على رجالته وبيروح ليه وبيعرف منه مكان كم فبيخلص عليه ويمشي وفعلا بيروح للمكان وبيركب عربية وبيحاول يوصل للقارب لحد ما بيكون في جسر فوقه وبيقدر ينط عليه ويخلص على الحراس لحد ما بيوصل لبنته اللي مهددها الشخص وبيقدر مايلز يتله وبتكون كم مش مصدقة ان ابوها عمل كل ده عشانها وتاني يوم بنشوف ان مايلز يرجع بكم لأمها ليونور وبعد كده بنشوف ان هو بيوصل بنته للمغنية اللي بتحبها علشان يفرحها اكتر اشتركوا في القناة